التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتارش وذلك على هامش المشاركة في القمة العربية بالجزائر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه باللقاء سكرتير عام الأمم المتحدة مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات لدعم السلم والأمن الدوليين وكذا تنصيقه مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسية في معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية كما أكد الرئيس السيسي تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم مشيرا في هذا الصدد إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ قب 27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري وسعي مصر للعمل خلال هذه القمة على تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة في ذات الوقت وذلك بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة تحديات المناخية ما يساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومن جانبه أشهد سكرتيرو عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل في منظومة العمل الدولي المتعدد الأطراف معربا عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة والمشاركة المصرية في مختلف أنشطة المنظمة كما عارب جوتيرش عن تطلعه لأن تكون قمة شرم الشيخ خطوة فارقة في قضية التغير المناخية مشيدا في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر لسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ فضلا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء والتحول لوسائل النقل النظيف وإصدار السندات الخضراء وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الفين وخمسين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهدات تبدل الرؤى بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية لا سيما الأزمة الليبية فضلا عن مناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم قمة شرم الشيخ لتغير المناخ على الجانبين اللوجستي والموضوعية خاصة ما يتعلق بشأن آفاق التعاون لتعزيز الجهود القائمة لعتماد مبدأ المسئولية المشتركة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إذا قضي المناخ آخذا في الاعتبار أهمية قيم الدول المتقدمة بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضي قدما في تنفيذ التزاماتها البيئية موسيقى ترجمة نانسي قنقر